اشتركوا في القناة اهلا بكم مشاهدين مجددا اعلنت حركة المقاومة الاسلامية حماس انها سلمت ردها على اتفاق الاطار بعد التشابر مع فصائل المقاومة ووصف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني ان رد حماس ايجابي وان لديهم بعض الملاحظات في حين قال وزير الخارجية الامريكية انطوني بلينكين انه سيبحث رد حماس مع الحكومة الاسرائيلية اليوم الالبعاء في اسياق اعلنت المقاومة في قطاع غزة نفى تنفيذها لهجمات عدة على قوات الاحتلال في القطاع وتكبيده خسائر في الارواح والمعدات وبهذا الخصوص مشاهدين ولمتابعة كل هذه التطورات والمستجدات اسعد باستضافة الدكتور امجد شهاب استاذ العلوم السياسية والقانون الدولي الذي يلتحق بنا عبر الهاتف من القدس المحتلة اهلا بك سيدي سحياتي سحياتي لكم ولجميع استاذ المستمعين دكتور امجد نبدأ بخصوص المفاوضات الجارية ورد حركة حماس التي قالت انها سلمته لقطر ومصر بعد التشاور مع فصائل المقاومة وقالت انها تعاملت مع المقترح بروح ايجابية كيف ترى هذا الوصف من طرف المقاومة على هذا الرد من ناحية القاعدة هناك رغبة بعملية تبادل اسرة ولكن في عملية الاطار المتفق عليه هناك اختلاف واضح طريقة الاجابة على العرض كانت بنعم ولكن ولا ولكن لم يكن هناك اجابة مقبولة ضمن الشروط الموضوعة وضمن الاطار الموضوع ووضعت شروط وكانت هناك بحاجة الى شروط واضحة في نقاط غير واضحة وايضا طالبت اضافة شروط اخرى وخاصة في عملية وقف الحرب شكل اساسي وهو الهدف الاساسي في عملية تبادل اسرة من غير المعقول ان تقبل المقاومة تبادل اسرة مع هدنة شهرين وعودة الحرب في خسارة اهم ورقة ممكن للمقاومة ان تخدمها من اجل ايقاف الحرب وايضا من اجل رفع الحصار وايضا من اجل اعادة الاعمار مع برنامج واضح وايضا انسحاب الجيش الاحتلال من مناطق قطاع غير فكانت هذه المراهضات واضحة جدا لان في الاطار تحدثوا في المرحلة الثالثة عن عملية مفاوضات بدون اي ضمامات في عملية وقف اطلاق النار وفي عملية النار القرب وما شفى ذلك والمقاومة ركزت على هذه النقاط بانها تريد ضمانات وتوضيح ووجود جدول زمني واضح على اطلاق الدفع الاولى وهي 35 اسير تريد نقاط واضحة جدا حتى لا يعاد نفس الخطأ الذي تم في بداية الحرب مع هدنة لاطلاق صراح بعض الاسرة الذين تم الاتفاق عليهم وبعدها عادة القرب وعادة المجازر وعادة التدمير والقصف الشامل طيب هل الوصول لاتفاق استاذ امجد هو حاجة مطلوبة حاليا من قادة الكيان بسبب التقرير الذي سيسلم الى محكمة العدل الدولية والضغط ايضا الحاصل من الساحة الدولية تبع طاقة الضغوط رغبة تبادل الاسرة اولا هي رغبة امريكية كل المفاوضات لا تتم تحت رعاية الادارة الامريكية وايضا رغبة صحيونية ايضا لان هناك الثيار هو الاقوى الان في الداخل للجبعة الصحيونية الذي يطالد لتبادل الاسرة وخاصة هذا الثيار الذي تقريبا يجتد حوالي 65% من استطلاعات الرأي عدم تبادل الاسرة هو خياني وهي هزيمة استراتيجية لعقائد دينية وسياسية وعسكرية يتم اتباع الكيان منذ عام 148 اهمية الاسير بدأت تفقد بعدة مفاهيم وهو يعتبرون ذلك خطر على البنية الاساسية التي تم البناء عليها من ضمن عقائد دينية وعسكرية وهذه النقطة التي يتخوفون منها وخاصة ان هناك عشرات الاسرة كما صرح ناطق الرسمي البارحة العسكري الصحيوني بان هناك اكثر من 30 اسير تم قتلهم من قبل قوات احتلال اثناء عمليات البحث عن الاسرة وهذا يعتبر بالنسبة لهم شرخ كبير في مفهوم المعنوي وايضا في عملية التسوق الداخلي داخلي للمجتمع الصحيوني عندما يشعرون بان هناك عقد اجتماعي قد انتهى بين ما يقوم به الجيش وهو عادة يجب ان يدافع عنهم بكل الوسائل وايضا ان يقوم بكل امكانياته من اجل اطلاق صراح الاسرة وهو الذي فشل بعد اكثر من 120 يوم في عملية اطلاق صراحه طيب دكتور امجد لو تحدثنا عن زيارة وزير الخارجية الامريكي انطوني بلينكين للمنطقة وقال بلينكين امس ان بلده ستراجع رد حماس على اتفاق الاطار وانه سيناقشه ايضا مع الحكومة الاسرائيلية اليوم الاربعاء كيف ترى هذا الاسرار من واشنطن على التواجد في خضم كل هذه المفاوضات الجارية وايضا في خضم حضوره من خلال عدد من الدول في المنطقة هناك التزام ادارة امريكية باطلاق صراحهم لانه هناك ثمانية اسرة لدى المقاومة يحملون الجنسية الامريكية وهناك تعهد من بايدن شخصيا باطلاق صراحهم حتى الان لم يستطع بايدن اطلاق صراحهم القاعدة انه يريدون اطلاق صراحهم ولكن باقل التكلفة المقاومة بدأت تعي تماما اهمية هذه الورقة وتحاول التفاوض عليها بطريقة ممكن من خلالها الحصول على اكبر نتائج رغم انهم رفضوا عدة نقاط اساسية واضحة وممكن النقاش عليها مثل عدد الافترى الفلسطينيين والمحكميات كانت القاعدة الاساسية بالبداية هو الكل مقابل الكل ولكن هناك ايضا بعض المرونة من قبل المقاومة الفلسطينية بالتحدث في هذه الامور وخاصة في القوائم لكن بعتقد ان هناك ارادة امريكية اساسية بعملية اطلاق وتبادل اسرة لانهم يعلمون انه لا يوجد بديل اخر والاستمرار بهذه الحرب بهذا الشكل محتمل ان يهدد حياة بقية الاسرة وهذا يعتبر بالنسبة لهم فشل امريكي ايضا وفشل اسرائيلي بشكل اساسي لذلك يريدون الوصول ضمن الورقة التي تم تسليمها للطرف القطري بالتباحث من اجل الوصول الى نقطة ممكن البناء عليها وبعتقد ان هناك امكانية لان الطرفين يرغبون هناك ثلاثة اطراف حقيقة والطرف الامريكي والطرفيوني والفلسطيني في اتمام هذه العملية وبعتقد انهم سيتوصلون الى تفاهمات تتأخذ بعض الوقت ولكن بالنهاية بعتقد ان هناك عملية تبادل ربما تأخذ اسبوعين او ثلاثة اسابيع ولكن سيتم هناك عملية تفاهم بالنسبة لهذا الموضوع ربما سيحاولون جاهدين في هذه الفترة من الاعتداء على مدينة رفح على همل بفصول على بعض النتائج ولكن بعتقد الايام ربما اسبعين او ثلاثة سيتم توافق على العملية تبادل في المقابل ايضا دكتور امجد هناك تخوفات من طرف واشنطن حيث ان بلينكين اكد انه سيبدل قصارى جهده في مناقشة اتفاق الاطار مع قادة الاحتلال لتجديد وتوسيع الهدنة في غزة واخراج الاصرة لربما هل ادركت واشنطن حجم الخطر ام استشعرت ان نطاق الحرب سيتوسع في حال بقاء الوضع على ما هو عليه التخوف الامريكي هو اتساع رقعة الحرب التخوف الامريكي هو الجبهة اليابانية البحر الاحمر مضيق باب المندق هذا سيؤثر ايضا على حلفاء مثل السعودية ومصر التي بدأت تفقد مدخيل قناة السويس وهذا ايضا بدأ يؤثر على اقتصادها ايضا تخوف من تصاعد المواجهات في مع الجبهة اللبنانية ربما ذلك سيؤثر بشكل كبير على عدم السيطرة على منطقة الشرق الاوسط اذا تم الوضع كذلك لذلك قام بلينكين باول زيارة الى المملكة العربية السعودية من اجل عمل كوكتل او صفقة شاملة سياسية من خلال تعاهد السعودية بالتطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل صفقة على الملف الفرسطيني وانهاء هذه الحرب ولكن موقف السعودية كان واضح باننا لا نستطيع التطبيع الا بعد نهاية الحرب وبعد ايضا تحديد تحديد مشروع حل الدولتين وقبوله من الصرف الاسرائيلي وهذا كان من ضمن جولة جولة بلينكين من اجل ايجاد سيناريو سياسي مقبول للجميع ولكن هناك تعنط اسرائيلي وخاصة في هذه الحكومة المتطرفة هناك محاولات امريكية ايضا ومحاولات داخلية اسرائيلية من التوجه الى المحكمة العدل الدولية المحكمة العلية عفوا الاسرائيلية نعم من اجل اصدار اصدار قرار باطالة نتنياهو لعدم اهليته في ادارة هذه الحرب هناك محاولات الاسقار هذه الحكومة وايضا محاولات من انضبن المعارضة لعرض ما يسمى بشبكة امان لنتنياهو من اجل اتمام ولكن نتنياهو يتخوف من سقوط الحكومة بعد محاولته التنازل عن شركاء الاصليين الذين استمروا في اصبعه في طوال هذه الجرائم التي بدأت منذ سبعة اكتوبر والاعتداء على قطاع غزة هناك تخوفات ولكن هناك محاولات عديدة لإسقاط حكومته المتماسكة حتى الآن والتي تستمر في نفس الطريقة ونفس النهج الذي يتعارض مع السياسة الامريكية وخاصة في عملية فرض حسام امني في عملية السيطرة عسكرية على قطاع غزة في عملية تفكير في تهجير السكان وهذه السيناريات ترقضها للجهة المتحدة وهناك محاولات اطالة الحرب وهذا الامر هو ما يؤجج الخلافات دكتور أمجد داخل مجلس الحرب وايضا التخوفات داخل مجلس الحرب الصهيوني من استمرار الحرب خاصة ان امس القائم باعمال رئيس مجلس الاستطاني بمستوطنات غلاف غزة اكد ان المستوطنين لن يعودوا الى منازلهم حتى يؤكد لهم الامن الكامل ضمن الضغط السائد داخل الكيان نعلم انه يوجد دكتور أمجد ما يفوق عن ربع مليون نازح صهيوني داخل الكيان بسبب الحرب هل ورقة النازحين من الكيان ومناطق اخرى طبعا داخل الاستطان في الاراضي المحتلة اضحى تؤرق حكومة الاحتلال ومجلس الحرب نعم الانعكاسات الاقتصادية الاقتصادية بدأ هناك اصوات بدأت تطالب بجد سيناريو لانهاء هذا الوضع الذي يضعف الاقتصاد رغم التعهدات الامريكية بمساعدات المادية لكن قدرة المقاومة حتى الان بالاستمرار السيناريو الوحيد الذي لم يتوقعه احد هو استمرار صمود المقاومة هذا هو العامل الاساسي داخل قطاع غزة هو الذي افشل كل السيناريوهات التي يحاولون فرضها على قطاع غزة استمرار الحرب بهذا الشكل ليس له اي معنى بالنسبة للخبراء العسكريين الصهاينة وايضا الخبراء السياسيين عمليات القصف لا يوجد هناك احداث عسكرية لعمليات القصف هو مجرد قتل مدنيين وتدميق بنية تحتية لم يتبقى منها الكثير البنية العسكرية للمقاومة ما زالت متماسكة وقوية وحسب تصريحاته بان هناك تقريبا سبعين بالمئة لم تصب من الامكانيات لدى المقاومة في قطاع غزة الاستمرار بهذا الشكل ليس له اي معنى وربما يستمر لسنة وسنتين ولن يحق لا عودة المستوطنين في المستوطناتهم في غير غزة ولا حتى في المستوطنات الشمالية مع الحدود الابنانية لذلك يحاولون ايجاد سيناريو للخروج من هذا المقزق من خلال تدخل الولايات المتحدة وايضا تدخل الوسطاء للضغط لاجهات حل او لاجهات ضمانات امنية من اجل انهاء هذا الوضع تعتقد ان هناك امكانيات ولكن مع هذه الحكومة المتطرفة تعتقد ان هناك صعوبة كبيرة وخاصة يرفضون اي تنازلات سياسية للفلسطينيين من اجل على الاقل خروج بسيناريو سياسي او بيع وهم بان هناك عودة للمفاوضات على حل الدولتين على الاقل او ايجاد سيناريو لادارة قطاع غزة ضمن المعقول ولكن هذه الحكومة المتطرفة تطالب فقط باستبار الحرب وايضا باحقيق اتصار بعيد المنال على المقاومة الفلسطينية طيب دكتور امجد يعني ضغوط داخلية في الكيان وضغوط خارجية ايضا ظهرت وبدأت تبرز في الساحة مؤخرا مثلا ما اعلنته شركة يابانية للدفاع والطيران عزمها لفسخ مذكر التفاهم للتعاون الاستراتيجي مع شركة صهيونية للتكنولوجيا العسكرية عقب قرار محكمة العدل الدولية بحق الكيان وايضا ما اعلنته اسبانيا وما اعلانه عدد من اعضاء البرلمان الفرنسي في هذا الجانب خاصة في الجانب الشراكة العسكرية اي تأثيرات متوقعة بمثل هذه الخطوات استاذ امجد ايضا ضمن الخسائر الخسائر على المستوى الاقتصادي وايضا خسائر على المستوى الاعلامي صورة الكيان بدأت تختلف والاقنعة التي كانت تحاول تجميل انفسها وتسويق رواية بعد صدور قرار المحكمة الدولية وايضا بعد الاستمرار وظهور البشاعة في عملية التعامل مع الفلسطينيين على مدار هذه الحرب طويلة حتى الان نحن نتحدث عن الشهر الخامس بدأت هناك مؤسسات كثيرة اقتصادية وايضا أسكرية في رفضها في هذا النهج الذي كان دائما تحاول دولة الاحتلال تسويق نفسها لأنها ضحية وأنها تتعرض لمحاولات إلغاءها من الوجود ليكتشف الجميع منهم هم الذين يحاولون إلغاء الآخر من أجل التوسع والتمدد يعني صورة الكيان اليوم تختلف كليا عما كان يراه الجميع من قبل على أنها محاطة في محيط معادي لها الجميع يكتشف أن لديهم أجلوجية تريد التمدد وتريد الاستقام وتريد عملية القتل وأيضا النقطة الأهم أنها لا تعير أي اهتمام لا للقوانين الدولية ولا للقيم الإنسانية التي من المفروض في هذا المجتمع الدولي التعامل والاحترام المتبادل ضمن هذا الإطار في العلاقات الدولية أيضا في عمليات التبادل التجاري وأيضا في عمليات الصفقات العسكرية ضمن هذا الإطار أعتقد أنها بدأت تخسر هذه بداية ربما في المستقبل سيكون هناك تجرؤ أكثر وتحدي أكثر من قبل دول أكثر في عمليات إلغاء صفقات أو عمليات عدم تبادل أو عدم استمرار بالتعاون سواء على مستوى الأكاديمي أو العسكري أو الاقتصادي نعم شكرا جزيلا لك دكتور أمجد شهاب أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي حدثنا مباشرة عبر الهاتف من القدس المحتلة شكرا جزيلا لك أما أنتم مشاهدين فمتواصلون معكم ابقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة